قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلسعيد أن جميع قطعات النشاط الاقتصادي حققت معدلات نمو مرتفعة مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في مرحلة التعافي من جائحة كورونا وقالت وزيرة التخطيط أن مصر حققت في الربع الثاني من العام الماضي 8.3% معدل نمو وفي النصف الأول 9% نتيجة لتحقيق جميع قطعات النشاط الاقتصادية لمعدلات نمو مرتفعة وأوضحت وزيرة التخطيط أن الأزمة الأوكرانية تؤثر على أسعار الطاقة ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار بعض السلع